المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة غدن الخميس دعت المحكمة العليا وعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدن الخميس الموافق 29 ذي القعداء لهذا العام من عام 1445 للهجرة حسب تقويم أم القرى والذي يوافق 6 يونيو من عام 2024 للميلاد وأشارت المحكمة إلى قرارها رقم 182 وبالتاريخ 11 من عام 1445 للهجرة والمتضمن يوم الخميس من 11445 للهجرة بحسب تقويم أم القرى والموافق 9 5 من 20 24 كان هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445 وأهابت بمن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظر إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة العليا السعودية ممن لديها القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى ولنفع عموما مسلمين اشتركوا في القناة